ترجمة نانسي قنقر اجتماعات المقررة للجانها ومكاتبها وأكد سعادة وزير التربية والتعليم أن هذا الإنجاز الجديد لمملكة البحرين يأتي تأكيد على ما تحظى به المملكة من مكانة رفيعة على الصعيد العالمي في كفة المجالات ومنها المجال التعليمي وما تتميز به من تقدير واحترام في هذه المنظمة الدولية العتيدة وتتمثل المهمة الأساسية لمكتب التربية الدولي في تعزيز قدرات الدول الأعضاء على توفير التعليم والتعلم الجيدين وتدريب المعلمين وتقييم تحصيل الطلاب وهي أمور تعد من الركاز الأساسية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة